شرف والنور. توقعاته كلها كانت صحة. اللي ايه بقى? قبل ما تشت الزمانية كل اهلي. قال ايه? قال لكن اه مريحني اللي الاهلي دي غلب من بيرامدز والنادي الاهلي. انت قلت كلمة كده قلت. الاسد الجريح. الاسد الجريح. الدنيا كانت صعبة معه بقى. بس على فترة هو يعني كابتنا محمد عبدالجي يلدي في دايما هو السبعين او تمامين فمين من توقعاته بتطلع صح. طب ما تلعت غلط ايه مرة? ما انا بقولك هو الطبيعي يا امير. في واحدة. ان الاهلي اسد. اه. هو جريح. طب. الطبيعي. ماتش زي ده. يشد حيله. بس انا يا كريم. اه. ما بقولك بقول امير. اه. يشوف هو كان بيقول الماتش كان بيقول لي ماتش الجنة. ما تنتظرش من اللعبة النادي الاهلي اكتر من كده. لان هي دي اخرهم. اه. اخرهم ايه? فني? اه فني. فني? فني. يعني دي اقصى حاجة عند اللعيبة. اه. الطموح بتاعهم البطولات اللي خدوها السنتين اللي خدو. ما انتظرش اكتر من كده يا كريم. اه. يعني في بعض اللعبة بتطلع وتنزل. تطلع وتنزل. ما لما تنزلوا بطولة افراقية الاوانية قال لك ما تستناش منهم ياخدوا بطولة تانية. وكسبوها. اه. قال لك مش هتنساش لما اخدوا برونزية كاسة العلب قال لك ما تستناش منهم برونزية تانية وخدوها. وخدوها. اه. طيب انت تتوقع رجوع النادي الاهلي بالسكواد ده. انت تتوقع انا بالنسبة لي لأ. انت لو بتتكلم على السكواد انا شايف السكواد البيرامدز والاهلي. اه. في لعيبة اكتر مت زمنك. بس هي القصة انا انا ممكن اختلف مع كابتنا عب جليل في نقطة. ام. النادي الاهلي هو اللي حط نفسه في الموقف ده. اللي هو ايه. ام. وانا بقولها لك. اللي قبل كده. قصة ضغط المبوراتة كريمة انت النهاردة في لعيبة. عمر السولاي الراجل عايز يبصي بكعب رجليه. جاله ما دخل. مش قادر. ففي لعيبة. انا والله انا بفاجة لعمر السولاي الراجل النهاردة صابر. منهكة. لأ لعبة. لأ لعبة. ما كيفاء طلقوا. طلقوا لعباية حد. كل منولة الواحد بيزعل ان حد يتصاب. بس احنا بقالنا فترة طويلة بنقول رايح. مش لا على الفكرة. انا بجينا مش كس عمر السولاي الراجل واحده. انت النهاردة محمد عم من عم. شريف مزقف الدماء. كل الاصابات اللي بتحصل في النادي الاهلي. عضلية. بسبب ضغط المباراة الرهيب للنادي الاهلي. حط نفسه فيه. انا في فوجة نظري. حط نفسه. اه طبعا. حط نفسه. انت النهاردة كريم. هو من ساعة انا عند التاع. الموضوع بساعة دور كورونا. كمية ضغط المباراة اللي الاهلي لعبها. والزمالة كل اندية كلها. خاصة ده اهلي كان بيشارك في افريكا. وبيشارك في هنا. وبيشارك في هنا. مفيش راحات تلات سنين. كان الاهلي يعمل ايه. لأ انا شايف انا في وجهة نظري. اللي الدور ده كريم. كان لازم يتلغي. الدور اللي فات. اللي هو دور كورونا. كابتل عبير ما هدي نقطة على فكرة يعني. وفرصة يعني هنتكلم فيها. هو برضو كلمة. واصلا لك الدور ده كمان يتلغي. لا لا لا. ومش عشان على فكرة. مش عشان انا اتزمالك المتصدر. لا لا. انا مكلمك. وانا عشكة برضو. اخيقول لك. مش عشان اتزمالك والاهلي. عشان اتطرحت فكرة الدورة ده دي كتير. بس حظاركم فاهمين انتم في الشغولة ده يعني. مستحقات اللاعبين. واقود اللاعبين. وعكر اللاعبينها. والرعاية انا معك في كل ده. وفلوس دي.не في عندها هتفلص انا معك في ملبان الدورت. انا revolves. انا معكم في كل ده على دور بتاع كورونا. انا قصد على دور كورونا. هقولك هاقولك هاك. انت النهاردة الدورة ده هينتهي امتى. 30 سنوة. ثمانية اه هي تقدر امتى. Оamba. هل دي مدة كافية للراحة؟ انت النهاردة الطبيعي يا كابتان عبداليل وانت طبعا راجلك وتمدير فني محترم اقل حاجة واحد وعشرين يوم او شهر ان اللعبة تفصل يا كريم تفصل ابعد عن الكورة جدد النهاردة لازم تجدد طموحك وجدد فكرك وجدد حاج كتير جدا لكن انت كل ثلاث مواسم بتلحم كريم في الاول والاخر انت بتعمل دوري عشان منتخب مصر انا عجبني جدا فريرة في المؤتمر الصحفي يا كابتان عقول ومسط الاجانب اللي بيتكلموا استريك ما بيقعدوش يحوروا في الكلام قال لك ايه؟ قال لك انتو عاملين مسابقة لكن انا بقول لك بضغط المباراة اللي بيحصل ده في الاخر منتخب مصر هو اللي ايه؟ انت بعتمين قال كده النهاردة؟ فرير انه النهاردة ما سمعتش سوارش على نفس الجمه الراجل النهاردة قال لك اخيال اتنين اقل نفس الجمه بزرطة يا كريم دي حاجة يا كريم انت النهاردة صعبة جدا على لعيب كرة يا كريم اللي انت النهاردة ثلاث مواسم بتلحم على طول بعدنا اللعب المصر اصلا كاتنا عب جليل مش واخد اللي هو يلعب كل ثلاثة يام مطر انت النهاردة قبل الفصل بتتكلام بتقول ايه؟ بتقول احمد سيد زيزو مميز ليه؟ واحد ممكن من ضمن لعيبة كتير جدا من ضمن التلتزم اللي هو ملتزم وحتلقي بينام كويس وبيه كل كويس وبيحافظ على نفسه بتاعه لكن الباقي الثقافة يا كريم اللي هي بتاعة الزعم والراحات والحاجات دي كلها فعشان كده بقول لك الله يكون فعون لعيبة الدور المصري كلهم باللي بيحصل الراجل النهاردة قالك انا قريب تصريح للسواتس ما هتفرجتش عام مطر قالك اللي فيه لعيبة مش قادرة تشير رجلها ايه؟ طب انت النهاردة لعبت النهاردة لو قالك انا مش قادر لهم اي لعب وخلي بالك برضه اللي يقول لك ايه يا خبتان احنا عندنا وسائل الريكافري الريكافري ده يتعامل لما يكون الدوري مثلا بتلعب كل خمس سيام مطر لكن قول لي ايه الريكافري اللي هيتعامل لك في تمانية واربعين ساعة انا قديت مثل وانا بقولتها سيحات سوارش انه مثلا النهاردة الحد الخمس مطرش بكرة هيبينه استشفى بكرة الاتنين التلات هيحط التأسيمة بتاعة الاربع بتاعة الاربع فواصلا حتى لو عايز يحط افكار وجمل وحياة كده مش هعمل انتظر اصابات كتير جدا مش في النادي الاهلي بس في الاندية كلها بسبب ضغوط المبارات اللي بيحصل عشان كده اتمنى لو في حل للسنة الجاية انت على الوحة تبدأ حاول تلاقي اي حل اللي انت تدي راحة طويلة شوية لللعيبة وفي نفس الوقت لو سنة انا بالنسبة لي لو الدورة كانت تنعبجين للمجموعتين بس هيزبط للدنيا بعدين في الراحات وفي التنظيم الجدول لازم في سنة يا كريم يبقى في حاجة لازم سنة نضحي كله بالضبط كده انا شايفك هادي وساكت شايل لي حاجة من بقلق من احسان اذا ببتسكت ببعرف ان انت شايل جواك وهتطلع دلوقتي كلاما لا والله بص يا حمدهم كلام كويس ولا الاول اوي طيب الحمدول انا بهتكلم بخصوص النادي الاهل يا كريم انا مش عايز احمل اللعيبة مش عايز احمل النهاردة جمهور النادي الاهلي ضرب مثل يا مقاريط اليفطل اللي كتبوها بيقيدوا الادارة بيقيدوا بيقيدوا ان تكون فالي من جيد مش عايزين بطولات مهم نحافظ على مبادئ النادي الاهلي عارف المبادئ النادي الاهلي دي ايه؟ الروع الالتزام النظام اللعب الكبير كبير والوسط والزغير زغير الادارة ده لي شغله ده لي شغله هو ده سيستم اللي كان بينجح النادي الاهلي فانا مش عايز احمل اللعيبة ومش عايز اديهم برضو اجهاد اجهاد احنا بقالنا سنة بنوع عليهم مجهدين صح احنا طوله عمرنا بنشتغل كده ولكن انا عارف ان دي حاجة غلط بس ما افضل شد الشماعات دي للعيبة اللعيبة انا بقولك ان خلاص احنا خدنا منها كل حالة لازم تجديد خمس ستة لعيبة وزي ما اتفقنا انت ان ان تمن تسعة لعيبة ايه؟ اه اه بس هو اللي مرة اللي فاتت كانوا تمانية اه وبعد كده قالك وخمسة النهاردة هحتلق على تاني؟ لا انا بقول لك خمسة او ستة من الاساسين ماشي وراك بعد كده خلاص اه هيجيبك في كل باك خلاص يا كابتها بيجينا هجيبك في واحدة لا 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 يا حبيبي ده بس لا والله بس انا بقولك ان جمهور الاهل النهاردة ما يديش اه يعني ادان انت باعا انه في ظهر النهاردة صح ودي حاجة محترمة صح وخفف اللعيب عن الادارة اه حتى لو الدورة بعد الشهر ضاع او حاجة اه يمشوا يمشوا اه لازم يا كابتن لعيبة جديدة لازم تعقدات جديدة لازم مدير كرة جديدة لازم لجنة كرة جديدة او تدخل عليها ناس لازم قطاعات النشوئ انت تتغير بيت كامل السنتين اللي فاتوا او ثلاث سنين كل قطاع الكرة قدى دوره محدش ما كلهم قدوا بس فين الطموح الجديد فين الدوافع الجديدة فين قط اللبس ولازم اسيطع علي النهاردة فيه سنة الروح بترجع قصير الروح مش هتروح من الاهل عمرها بس تتزارع في اللعيبة حتة اللعيبة دي مش هقدر اخد منها اكتر من كده دي حقيقة مش عشان مجهدين كواية اللعيبة نفسها ممكن فيه لعيبة تديك ربع ساعة او نصف ساعة وتعود مطشن مش فقين حنا ليه بنقول جيزو احسن لعيبة في مصرد الأرض عشان بقاله ست شهور او سبع شهور بيكسب فرقته وحط ثلاث خطوط على بيكسب فرقته قصة النجم مش اللي رقص طرقستين النجم اللي بيجيب لي ثلاثة بند صح وانت اديت مثل العيبة الكبيرة اللي لغاية دلوقتي من احسن اللعيبة في أندهيتها عبدالله وليد لما بينزل والله واقف على حيله كذا العيب المارح محمد نجيب محدش خد باله من تسعة وثلاثين سنة المساكة كابتن جون والمكان ده كابتن مش سهل عشان تلعبته الحتة دي انت قلت كلمة حلوة نقص المواهب